مع اقتراب عقد المؤتمر الوطني الليبي للحوار يرتفع منسوب التفاؤل بإمكانية التوافق حول حكومة موحدة وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء الحرب المزمنة في البلاد قبل عشرة أيام من انطلاق المؤتمر تسارعت اللقاءات والاجتماعات الدولية بهدف إنجاح المؤتمر في متات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريس إلى ليبيا لتمنح مؤتمر الحوار ثقلاً دولياً أكبر من شأنه أن يدفع المشاركين نحو الخروج بقرارات توافقية قابلة للتنفيذ كما اجتمعت اللجنة الرباعية الراعية للملف الليبي ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تونس واتفقت على عقد المؤتمر الجامع الذي يضم كل الأطراف وعقد مؤتمر للمصالحة في العاصمة الإثيوبية إيديس أبابا في تموز المقبل برعاية الاتحاد الأفريقي اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرقي ليبيا وجنوبها توقع تشكيل حكومة جديدة في الأسابيع القليلة المقبلة مستفيداً من ما حققه من تقدم عسكري في الفترة الماضية سيستخدمه كورقة ضغط في المحادثات لسيما مع طبول الحرب التي بدأ يقرعها على أبواب المؤتمر وذلك عبر تحرك العديد من الوحدات العسكرية التابعة له إلى المنطقة الغربية للاستحواذ على المزيد من المناطق لكن بالمقابل شدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أن حل الأزمة لا يأتي بتقاسم السلطة أو إقصاء أحد الأطراف محذراً من أن عسكرة الدولة خط أحمر في إشارة إلى القلق من إقدام حفتر على فرض سيطرته على العاصمة طرابلس سواء عبر اقتحام قواته للعاصمة أو عبر مخرجات المؤتمر الوطني ورغم اتفاق الطرفين على تنظيم الانتخابات قبيل نهاية 2019 إلا أن الخلاف الجوهري ظل حول أولوية السياسي على العسكري وإصرار السراج على ضرورة أن يكون الجيش تحت قيادة مدنية بينما يتمسك حفتر بقيادة الجيش دون تدخل من أي سلطة سياسية وهو ما يسعى المؤتمر القادم للإجابة عليه وصولاً إلى حل شامل ينهي الأزمة التي تمزق البلاد ترجمة نانسي قنقر